أحمد التنطاوي يحشد أنصاره لتحرير توكيلات ترشحه لرئاسة الجمهورية بعد أن اشتكل بعض من تعنط الموظفين أثناء تحريرهم للتوكيلات فقد بدأ تحرير التوكيلات منذ يوم الثلاثاء الماضي ثم علق التنطاوي حملته لمدة يومين ليعود مرة أخرى ويحشد معيديه لتحريرها وكان قد تعهد بالترشح للرئاسة عن طريق توكيلات الشعب بدلا من توصيات مجلس النواب وعدد التوكيلات التي يجب أن يجمعها المرشح المحتمل هم 25 ألف توكيل من 15 محافظة مختلفة وأكد أن هذا الطريق هو طريق الشعب الذي يعتبر نفسه واحدا منهم ومنذ إنهاء التنطاوي تعليق حملته وهو يتجول بين أنصاره في مختلف المحافظات يطلب منهم الثبات على موقفهم وعدم الرجوع قبل تحرير التوكيلات له كذلك قال إنه بعد زيارة المحافظات سيتفقد النقابات وبدأ بالفعل بنقابة المحامين بالأسكندرية وما زال التنطاوي مستمرا في حملته رغم ادعاءاته بحدوث تجاوزات انتجاهه وتجاه مؤيده وردت الهيئة الوطنية للانتخابات على ادعاءه بأنها تقف بحياد بجانب كل المرشحين ومن الجدير بالذكر أن انتخابات الرئاسة في جمهورية مصر العربية تبدأ يوم العاشر من ديسمبر القادم وتنتهي بعد ثلاثة أيام